اشتركوا في القناة اهلية فيسأله يستفتيه يتبعه يكفي بينه بين الله وتبرأ الذمة باستفتائه ويتحمل ذلك العالم مسؤولية الفتوى اذا كان عالما ثقة خاف الله يخشى الله وعنده اهلية ليس مجرد شهرة وبعض الناس لا يفرقون احيانا بين القاص والأديب والشاعر والعالم والواعظ ما يفرقون وذاك يجب التفريق هذا الدين وامانة وأن العام يعرف العالم بسؤال طلبة العلم دلوني على عالم من هو العالم عندي فتوى وريد استفتي من هو الذي اسأله وكذلك يعرف العالم باشتهار امره بين اهل العلم وليس بين العلم العلم قد يشتهر بينهم واحد الآن خصوصا في عصر الفضائيات ليس بأهل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة